موحة لنبي الهدى كأنك حين تراها معه هنا يجد المرء سلوانه وينثر من شوقه أدمعه كأني به مثل بدر الدجا وأنوار طلعته ساطعة هنا يهتف القلب في نشوة سلام عليه فما أرواع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين أيها الأحبة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا زلنا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته ومسيرته الشريفة لا زلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة بعد أن أنزل عليه الوحي وبعد أن أكرمه الله بالرسالة بالنبوة بالقرآن الكريم وبعد أن تدفقت روعة الوحي وزلاله في فؤاده صلى الله عليه وسلم وأمره الله بالدعوة والبلاغ وانتشال الناس مما هم فيه من أنواع الضلال والشرك إلى عبادة الله عز وجل وحده كانت تلك الانطلاق هنا في مكة المكرمة كان ذلك الإشراق من هنا من مكة المكرمة وحتى نكون فعلاً كأننا معه صلى الله عليه وسلم نتخيل الزمن نتخيل العصر نتخيل البلد نتخيل الأماكن التي مضى فيها التي سارة التي درج عليها التي تنقل في أجوائها أين مشى أين سارة أين أصحابه أين أهله أين بيوته أين الكعبة أين الحرم أين تلك الأماكن حتى نعيش الجو ونسافر بالمهج ونحلق بالأرواح إلى هناك هذا مجسم تقريبي لمكة المكرمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت ولنبدأ أولاً بالكعبة المشرفة هذه هي الكعبة المشرفة والشكل التقريبي لها في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم بئر زمزم حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام باب بني شيبة هذه هي الأشكال التقريبية من مكة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدور والبيوتات تحيط بمكة وطبعاً هذا الشكل البسيط السهل لمكة هذه تعتبر في زمنها يعني من أرقى ومن أحسن البلدان لأنها كانت يعني بلد حاضرة وقريش ومكة عمم كانت بلدة حاضرة وكانت يعني بلغت منزلة كبيرة في كل شيء في مكانتها في لغتها في أهميتها في البلدان لأنهم جيران بيت الله عز وجل الحرام وهي القبيلة التي كانت سيدة في القبائل وكانت الناس تفيد إليها فتجد الإكرام وتجد الحضارة وتجد البيع وتجد الشراء فكانت يعني لها منزلة عالية اقتصادياً واجتماعياً وفي كل المجالات هنا في هذه البيوتات هنا نشأ محمد صلى الله عليه وسلم هنا درج هنا مضى هنا دعا هنا تحمل ما تحمل في سبيل الله عز وجل هنا لنا في كل مكان ذكرى عند كل جبل عند كل شعب عند كل شجرة عند كل حجر في كل زاوية في كل مكان لنا ذكرى هنا ذكرى في مكة المكرمة البيوت هذه دار عبد الله بن عبد المطلب وهي الدار موجود الآن مكانها وهو ما يسمى المكتبة أو المولد مكان المولد النبوي الشريف هنا كانت دار الصديق الغالي العزيز أصدق صديق للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هنا كانت دار السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أرضاه ولا زال مكانها معروف إلى اليوم ووضعها في حرسة أو حمية أو حفظة بطريقة راقية يعني الحمد لله الدولة جزاء الله خير يعني قامت بحفظ كل هذه الأماكن التي لها تاريخ ولها وجود في التاريخ ولها ذكريات مرتبطة بها في قلوب الناس وعقولهم لها مكانتها وحفظها واحترامها ولله الحمد في هذه الدولة المباركة والسياسة المباركة الكريمة التي تعرف أهمية مثل هذه المواطن وارتباط مشاعر المسلمين بها ولذلك هي محفوظة في أفضل وأجمل ما يمكن أن يكون هنا كانت دار خديجة رضي الله عنها هنا كانت دار الندوة هنا كانت دار الأرقم إلى غير ذلك من الدور ومن الأماكن ومن البلدان والمعالم الطبيعية لو مثلا أردنا أن نعرف الصفة هنا كان جبل الصفة وهنا كان جبل المروة والذين أكبر منا في السن قليلا يعني آباءنا وأجدادنا عاشوا مكة المكرمة قبل سنوات كانت يعني ليست بعيدة من هذه الأجواء في الغالب صحيح أن البيوت كانت أكثر تطورا وحضارة لكن في أغلب الأمور وأغلب المعالم كانت أشبه إلى ما يكون بهذا الوضع وكانت حتى الذين يعرفون الصفة والمروة سابقا كانت البيوت محيطة بها والأسواق وما إلى ذلك الآن اختلف الوضع تماما الآن كل هذه أصبحت حرم بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهود هذه الدولة المباركة وتوسعة خادم الحرمين الشريفين وجميع ملوك هذه البلاد الذين توالوا كان لكل منهم جهد لهذا البلد الحرام آخرها توسعة الملك عبد الله رحمة الله عليه ثم الملك سلمان حفظه الله ووفقه كانت هذه الأصبحت الآن هذه تقريبا كلها حرم مكة المكرمة وأصبحت في درجة من الرقي والاهتمام والنظافة سواء بالمسجد الحرام أو بهذا البيت الحرام يعني الحمد لله وصلت إلى أجمل وأفضل ما يمكن أن يكون من أنواع الرعاية والصيانة والنظافة والحضارة والاهتمام والخدمة بضيوف الرحمن يعني شيء تبهج به القلوب وتسر به الصدور وهذا الحمد لله من منة الله عز وجل وكرمه ومن فضله على هذه البلاد وستظل هذه البلاد وهذه الدولة محمية محروسة محفوظة بحفظ الله عز وجل ثم بحفظها لقداسة هذا المنهج الذي نسير عليه ولقداسة هذه الأماكن المقدسة لحفظها لها والاهتمامها بضيوف الرحمن وبكل من يفد إلى هذه البلاد المباركة مثل ما ذكرت لكم أيها الأحبة ونحن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعنا في حلقات موجزة وفي لقاءات يعني نحاول أن نمر عبرها على أهم وأبرز المحطات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما نستطيع أن نفصل في كل شيء هي يعني إضاءات سريعة وخواطر متعددة حسب ما يمليه الزمان والمكان والتاريخ وعبق الذكريات التي تسترع في الذهن وتجيش في الصدر فنحاول أن يعني نجلي بعض هذه المعاني العظيمة التي تنتقل بنا بقلوبنا بأرواحنا إلى حيث هناك حيث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل في هذه البيوتات سرا في أول أمره بدأ بأقرب الناس إليه فأول من أكرمه الله عز وجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أم المؤمنين خديجة الله عنها وأرضاه ولذلك هي أول من أسلم من النساء وأول من أكرمه الله عز وجل بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأول من أكرمه الله عز وجل بنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخول هذا الدين المبارك من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأول من أكرمه الله عز وجل بالإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الموالي مولاه صلى الله عليه وسلم زيد بن حارث ثم تتابع إسلام السابقين الأولين لدرجة أن بعضهم كان يفتخر يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كنت ثلث الإسلام فكان هو من معه من الرجال الذين أسلموا تقريبا ثلاثة أشخاص يقول مر بي زمن أو مرت بي سبعة أيام أو سبعة وآنا ثلث الإسلام يفتخر بذلك الشيء المهم بدأ يتتابع الإيمان قليلا قليلا حتى بدأت تنتشر أنوار الإسلام وبدأت يعني تنطلق معالم الدعوة وبدأت تظهر في الأفق وبدأت يعني تبدو للناس ويتسامع القريب والبعيد أن هنا أمرا جديدا وحدثا غريبا وهو أن هناك من بدأ يعلن التوحيد الخالص لله عز وجل ويؤمن بهذا النبي الكريم وبدأت نغمات القرآن الحانية تتردد في بعض البيوتات يسمعها الناس فلا يدرون ما هذا الصوت العظيم الجليل العذب الشجيل الذي ينساب في أسماعهم بدأ هنا أمر الدعوة يظهر وهو ما سيكون إن شاء الله يعني تكملت أو موعد لقائنا في الحلقة القادمة نجلي فيه بعض الأحداث العامة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة قبل أن ينتقل إلى المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم أسأل الله أن يريدنا حوضه وأن يرزقنا شفاعته وأن يكرمنا بجيرته في جنات النعيم إنه على كل شيء قدير وشكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته هنا دوحة لنبي الهدى كأنك حين تراها معه هنا يجد لي مرء سلوانه وينثر من شوقه أدموع كأني به مثل بدر الدجا وأنوار طلعته ساطعة هنا يهتف القلب في نشوة سلام عليه فما أروع هنا دوحة لنبي الهدى كأنك حين تراها معه هنا يجد لي مرء سلوانه وينثر من شوقه أدموع كأني به مثل بدر الدجا وأنوار طلعته ساطعة ترجمة نانسي قنقر